أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وتسليما كثيرا يقول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فزق يقول أبو ميسر رضي الله عنه وهو من التابعين الفقهاء يقول سورة المائدة أو اجتملت سورة المائدة على ثمان عشرة فريضة ليست في غيرها يعني سورة المائدة فيها ثمانية عشر حكم والقرط بأضاف حكم تاسع عشر ليست إلا في سورة المائدة مما يدعو إلى ضرورة التفقه فيها أيها الإخوة والحرص على ما فيها من الأحكام والمعاني منها هذه الآية هذه الآية من أجمع الآيات انظر كيف يقول حرمت عليكم الميتة هذا موجود في سورة البقرة أيضا والدم والميتة هي كل ما مات حتف أنفه يعني مثلا الخروف الذي مات حتف أنفه يعني وجد ميتا لسبب لمرض مات هذا محرم الميتة ما مات حتف أنفه ولو كان مما يحل أصلا أكله قال حرمت عليكم الميتة والدم الدم يحرم أيضا شربه وأكله إذا جمد ولكن الله سبحانه وتعالى قيد المقصود بالدم المحرم في سورة الأنعام قال أو دما مسفوحا والدم المسفوح هو المصبوب الذي يخرج من العروق هذا محرم مثلا يأتي شخص فمثلا يأخذ دم خروف ويشربه أو يأكله هذا محرم إلا إذا استخدم في هذا وثبت لباس في بعضه مثلا كما أن الخمر أحيانا يباح لها للضرورة أو لسبب من الأسباب أو شيء من هذا لكن الأصل فيها التحريم طيب والعكس الدم المسفوح هو ما بقي في العروق من الدم فإن الله سبحانه وتعالى أباحه لأن في استخراج كل الدم من الذبيحة مشقة ما يمكن لكن عندما يطبخ اللحم فإنه يذهب هذا فالمقصود بقوله والدم هذا الدم المسفوح وليس كل دم وهذه الدلالات أيها والإخوة في القرآن الكريم عندما نقرأ القرآن الكريم ونقرأ دلالاته لا تستشهد بآية من آيات القرآن الكريم حتى تعرف هل فيه آية أخرى تقيدها قد تكون هذه الآية يعني مثلا الآن حرمت عليكم الميتة والدم فدلالة الآية على أن كل دم محرم طيب الدم الذي يبقى في العروق محرم بدلالة هذه الآية لكن الله في آية أخرى قال أو دم مسفوحا فهذه الآية مطلقة أو عامة وقوله أو دم مسفوحا قيدت هذا الإطلاق هذه دلالات الكتاب والقرآن الكريم والسنة يوريخ وينبغي أن تفهم بهذه الطريقة أن يحمل المطلق على المقيد بشروطه والعام على الخاص وهكذا أما الذي ينتزع الآية من سياقها ومن سباقها ولا يعرف هل هي منسوخة أو لا أو ليست منسوخة فإنه يقع في مطبات ويقع في أخطاء كثيرة ولذلك نفهم معنى قول علي بن أبي طالب لما سمع أحدهم يتكلم في القرآن فسأله سؤال قال هل تعرف الناس من المنسوخ؟ قال لا قال هلكت وأهلكت لماذا؟ لأنك قد تأتي فتذكر لهم آية منسوخة وتقررها كما سيأتي معنا في سورة المايدة الله سبحانه وتعالى في سورة النساء قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكار يعني هذه الآية لو تنظر إليها معناها أنه يجوز لك أنك تتناول المسكر بس لا تجي تصلي حتى يذهب السكر وهذا صحيح دلالة صحيحة لكن الآية التي معنا في سورة المايدة يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه خلاص أمر يجب عليك اجتنابه حرمت بهذه الدلالة فلو تأخذ الآية التي في سورة النساء وحدها فقط وقعت في ما حرم الله مع أنك تستدل بالقرآن ولذلك ينبغي على الواحد مننا أن يتفقه في الدلالات وسورة المايدة التي بين أيدينا من أوسع السور التي فيها الحديث عن الحلل والحرام ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولحم الخنزير أي محرم عليكم لحم الخنزير مع أن المحرم كل الخنزير لحمه وشحمه ودمه كل شيء فيه لكن الله ذكر لحم الخنزير لأنه أبرز ما يؤكل منه وأبرز ما يطلم منه وإلا فشحم الخنزير محرم كذلك وما أهل لغير الله به أي ما ذبح لغير الله يعني الآن الله سبحانه وتعالى حرم الميتة والتي ماتت حتف أنفها طيب في خروف أنا ذبحت بيدي لكني ما ذكرت اسم الله عليه ذكرت اسم هبل ولا اسم أي اسم غير الله فهو محرم أيضاً ولذلك قال وما أهل لغير الله به يعني وما ذكر عليه اسم الله غير اسم الله ولذلك قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فيكون التحريم فيه هنا تعبدي لأمر الله سبحانه وتعالى لأنه لم يذكر اسم الله عليه والتحريم في الميتة كذلك ولكن هناك الآن من يتحدث في الإعجاز ويقول إن الله سبحانه وتعالى قد حرم الميتة لأسباب طبية منها أن الدم يحتبس في الميتة فيتكاثر فيه الجراثيم ويسبب الأمراض وإلى آخره لكن حتى لو ما عرفنا هذه الحقائق فنحن لا نأكل الميتة لأن الله نهانا عنها حتى لو ما عرفنا هذه الحكم فلا تزيدنا معرفة مثل هذه الحكم إلا يقيناً وإيماناً بديننا وبما عندنا لكن طيب وما أهل لغير الله به مذبوح من أحسن ما يكون بالسكين لكنه ذكر عليه غير اسم الله سبحانه وتعالى فنقول هو محرم أيضاً ولولا كنا ما نعرف هل الجراثيم تتكاثر على الشيء الذي لا يذكر عليه اسم غير الله أو الذي لا يذكر عليه اسم الله لكن لو اكتشفنا أنه لا يحدث له أي مشكلة صحية فهو محرم أيضاً وهذا هو يا شباب إن الله يحكم ما يريد هذا معنى في أول السورة بدأ بها ثم يقول والمنخنقة أي من المحرمات عليكم المنخنقة وهذه مما انتفردت به هذه السورة فلم يدد ذكر المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة إلا في هذه السورة المنخنقة هي الخروف أو الإبل أو الشاه أو ما يحل أكله إذا مات منخنقاً فمثلاً شاه كانت مربوطة بخيط ثم يعني التفت حول هذا الخيط وجاء صاحبه فإذا بها منخنقة بالحبل يعني سواء كان بفعل هذه المذبوحة أو هذه المنخنقة بفعلها أو بفعل غيرها خنقها فهي محرمة والموقوذة الموقوذة مأخوذة من الوقذ وهو الضرب كان الناس في الجاهلية يضربون الشاه أو يضربون الخروف حتى يموت ثم يأكلونه ويدخل فيها الآن ما يفعل الناس في هذا الزمان للأسف من غير المسلمين يفعلون هذا اليوم يفعلون هذا ويدخل في هذا مثلاً لو صدمت سيارة شاه مثلاً أو خروف أو جمل أو صدمته سيارة فمات من هذه الصدمة فلا يجوز أكله لأنه يدخل تحت هذه الموقوذة صدقت نعم القو حرمت عليكم الميتة يدخل فيها الموقوذة والمتردية والنطيحة لكن لأنه يشترك الإنسان في فعل هذا في الوقذ وفي التردي قد هو الذي يرديها أو هو الذي يصدمها فنص الله على تحريمها أيضاً حتى لا يقول قائل الموقوذة أنا الذي وقذتها إذن أنا الذي قتلتها إذن يجوز لأكلها ونحو ذلك فنص الله على تحريمها مع أنها تدخل في الميتة وعطف الخاص على العام في القرآن الكريم كثير كثير له دلالات العناية بها أو لأنها كثيرة كانت في المجتمع فأراد الله أن يخصها بالحديث أو يخصها بالذكر ونحو ذلك والمتردية هي التي تردت من علو سواء كان مثلاً من شاهق كجبل أو نحوه أو في بئر فماتت تردت فماتت والنطيحة أيضاً هي التي ماتت من النطح وهذا يحدث أحياناً بين الغنم وبين التيوس وتتناطح حتى يموت أحدها فهو أيضاً محرم لأنه نطيحة وما أكل السبع أي ما أكل السبع غير المعلم أو السبع يطلق على الكلب غير المعلم ويطلق على النمر ويطلق على الذئب ويطلق على الأسد والفهد نحوها من الجوارح ما أكله السبع من الأنعام فهو محرم يحرم لذلك قال حرم نفسه السبع كل ذيناب من السبع وذي مخلب من الطير وحرم ما يأكله أيضاً قال إلا ما ذكيتم لاحظوا الاستثناء هذا كله يا شباب يا إخوان يعود على كل ما تقدم يعني حرمت عليكم الميتة والدم هذه واضحة ولحم الخنزير هذه الاستثناء فيها وما أهل لغير الله به هذه الاستثناء فيها لأن فيها أصلاً أدلة خاصة بتحريمها لكن الاستثناء يعود هنا على المنخنقة لو أدركها صاحبها قبل أن تموت يعني جاء عليها على وشك أنها تموت وهي كانت وشك تنخنق فذكاها والتذكية هي الذبح قطع مجرى النفس ومجرى الطعام هذا هو الذبح وهذه التذكية والتذكية والأوداج طبعاً بعضهم يشريطوا الأوداج وبعضهم يكتفي بمقطع يعني مجرى النفس ومجرى الدم ومجرى الطعام التذكية هي التطييب ومنه الرائحة الذكية لكن سميت التذكية هنا بالتذكية لأن فيها تطييب للذبيح معنى أن الذبيحة تخبث لو لم تذكى لذلك حرم الله الميت فقال إلا ما ذكيتم أي ما أدركتموه حياً فذبحتموه وما ذبح على النصب كان العرب في الجاهلية يذبحون الذبايح لهذه الأصنام وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق الاستقسام بالأزلام هو عادة كان يعتادها بعض العرب فإذا أراد أحدهم أن يقدم على أمر أو يخرج في سفر أو نحو ذلك يستقسم بهذه الأزلام وهي الأسهم أو القداح ثلاثة واحد منها مكتوب أمرني ربي والثاني نهاني ربي والثالث ليس مكتوب على الشيء فيدخل يده فإذا خرج له أمرني ربي مضى في طريقه وفي مشروعه وإذا خرج نهاني ربي توقف وإذا خرج الفارق أعاد الاستقسام مرة أخرى فالاستقسام كأنه يبحث عن قسمته التي قسمه الله لها فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك ثم قال الله سبحانه وتعالى اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني هذه الآيات من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله سبحانه وتعالى إن قطع رجاء المشركين من أن تعودوا عن دينكم خلاص بلغ الدين مبلغا عظيما من النصر والانتشار حتى لم يعد هناك مجال لكبته وإخماده ولذلك قال الله سبحانه وتعالى والله متم نوره وقال ليظهره على الدين كل ولو كره المشركون فيقول اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني ثم قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وهذه الآية آية عظيمة فطن أحد اليهودي فقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين آية في كتابكم وهذا يدل على أنهم يقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال وما هي قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال عمر والله أنني لا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفي أي يوم نزلت لقد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في عرفة ونحن في حجة الوداع فهذه الآية العظيمة أيها الأخوة فيها شرف لهذه الأمة وفيها تشريف لهذا الدين ولكل أتباعه بأن الله سبحانه وتعالى قد أكمل علينا هذا الدين وأتم علينا هذه النعمة بأن وفقنا لاتباعه ووفقنا سبحانه وتعالى لبيان هذا الحق ونحن أريد أن نذكر أيها الأخوة ونحن نتحدث عن هذه السورة العظيمة نحن نتحدث عن الوحي وعن كلام الله سبحانه وتعالى الذي فيه بيان وإيضاح للأحكام والتشريعات والحلال والحرام وطبعا نحن المسلمون لا نشعر أو كثير مننا لا يستشعر هذه النعمة أنه يسير على منهج رباني ليس فيه آراء بشر وإنما هو يصلي ويصوم ويحج ويتعبد لله ويستغفر ويتهجد ويقرأ القرآن ويعبد الله سبحانه وتعالى وينوي بكل ذلك وجه الله سبحانه وتعالى بناء على الوحي ودستور القرآن الكريم نحن لا نتبع شرائع بشرية ولا آراء بشر ولا قوانين وضعية ولا شيء ولذلك الواحد منا في طمأنينة شديدة لما يقوم به من الأعمال ومن العبادات فالله سبحانه وتعالى عندما يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فإنما هو يقررنا على هذه النعمة العظيمة التي امتنى الله بها علينا ولا تجدون أيها الأخوة في كتاب من الكتب السماوية مثل هذه الآية ولا مثل هذه الطمأنينة ولا تجد في التوراة ولا في الإنجيل آية تقول مثل هذا الكلام أن هذا الدين اكتمل وأنه قد أتميت عليكم النعمة مما يستوجب الشكر العظيم أيها الأخوة لله سبحانه وتعالى فمن اضطر في مخمصة انظروا أيها الأخوة إلى توسيع الله سبحانه وتعالى على المسلمين يعني نحن قررنا عليكم المحرمات وبينا لكم الحلال والحرام لكن إذا اضطر أحدكم لشدة أو حاجة أو مرض أو نحو ذلك إلى أن يأكل من هذه المحرمات فلا إثم عليه فيقول فمن اضطر في مخمصة والمخمصة هي الشدة والحاجة غير متجانف لإثم يعني لا يريد بذلك الميل للحرام والحرص عليه فإن الله غفور رحيم انظروا إلى كمال سعة رحمة الله بهذه الأم ثم يقول الله سبحانه وتعالى يسألونك ماذا أحل لهم والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا إشارة إلى عناية الصحابة رضي الله عنهم بالحلال والحرام وأنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن دينهم وقد قيدت أسئلة الصحابة رضي الله عنهم في القرآن الكريم يسألونك عن الأهلة يسألونك عن الخمر والميسر يسألونك عن اليتامة أسئلة محدودة وكلها أسئلة عملية يترتب عليها عمل وهناك بعض السؤال مثلا في القرآن الكريم لا يترتب عليه عمل لكن الجواب جاء بما يوجه إلى العمل النافع فقال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة فالمتبادر إلى الذهن أن يكون الجواب قل هي نجوم تظهر في السماء وتختفي أو نحو ذلك لكن الجواب جاء بخلاف ذلك قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج فوجه الجواب إلى ما ينفعهم يعني أنت ماذا ينفعك إذا عرفت أن الأهلة هي أجرام ولا كواكب ولا تعكس الضو ولا ما تعكس الضو هذا لا ينفعك في دينك ولكن الذي ينفعك أن تعلم أن هذه الأهلة مواقيت تستدل بها على أوقات العبادات أما بقية الأسئلة فهي أسئلة يترتب عليها عمل بخلاف أسئلة بني إسرائيل فإنهم كانوا يكثرون من الأسئلة التي لا يترتب عليها عمل يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وهذا من أوسع ما يكون من التحليل أحل لكم الطيبات وفي هذا إشارة إلى أن دائرة المباح في الإسلام أوسع الدوائل الطيبات كل ما طاب لك أكله فهو حلال لك إلا ما حرم الله عليك استثناء ولذلك قال حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والمتردية والنطيحة والموقوذة هذه أشياء محدودة وما سوى ذلك فاسح قال وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ أي وَأَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ صَيْدَ أو أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ أَكْلَ صَيْدِ مَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ والجوارح هي كلاب الصيد وما يقوم مقامها سماها الله سبحانه وتعالى جوارح لأنها تكسب لصاحبها قال وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ يعني ما كسبتم فالجارح هو الكاسب فقال وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ ولاحظوا هنا أيها الإخوة كيف فضل الله سبحانه وتعالى الكلب المعلم على الكلب غير المعلم وهذا تفضيل له بالعلم فصيد الكلب المعلم يجوز أكله وصيد الكلب اللي ما هم معلم الجاهل حرام نعم فقال الله سبحانه وتعالى هنا يعني وَأَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ أَكْلَ صَيْدِ مَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِين المكلب هو الذي يدرب الكلب ويعلمك كيف يصيد طيب هل يجوز أنك تصيد مثلا بنمر ولا فهد ولا قال العلماء نعم إذا كان معلما فإنه يجوز ولكن الله سبحانه وتعالى نسبهم هنا إلى الكلب فقال مُكَلِّبين لأنه هو أكثر ما يصاد به من حيوانات قال وَمَا تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمْ اللَّهُ وفي هذا إشارة إلى أن هذه الكلاب يمكن أن تتعلم مما يستطيع الإنسان أن يعلمها كيف تصطاد بحيث أنها تأتي فتصيد بطريقة لا تقتل الفريسة حتى يتمكن الصائد وصاحبها أن يدركها ويذكيها ونحو ذلك قال فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَدِيعُ الْحِسَاءِ وفي هذه الآية إشارة إلى أنه من المشروع لصاحب الكلب إذا أطلقه أن يسمي فيقول بسم الله والله أكبر ويطلق الكلب فإذا صاد له فإنه قد سمى على هذا الصيد ثم قال الله سبحانه وتعالى أيضا يشير إلى تحليل لاحظوا هنا أحل الله لنا أطعمة كثيرة بهذه الآيات ثم يقول هنا اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم طيب هل معناها أهل الكتاب يستحلون الخمر ويستحلون لحم الخنزير فهل يعني هذا أنه يجوز لنا أن نأكله لأن أهل الكتاب يأكلونه نقول لا لأنهم قد استحلوا وهو محرم ونص الله على تحريمه فقال ولحم الخنزير وقال حرم الخمر أيضا في هذه السورة فقوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم باستثناء ما نص الله على تحريمه من أطعمتهم وأهل الكتاب المقصود بهم اليهود والنصار فيجوز أكل ذبيحة اليهود والنصران بنص هذه الآية وأما المجوس ومن ليس له كتاب فإنه لا يجوز أكل ذبيحته قال الله سبحانه وتعالى وطعامكم حل لهم يعني طعام المسلم حلال أن يأكله الذم لأن المسلم لا يأكل إلا حلالا طيبا قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن وجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذ أخداء أيضا أحل الله سبحانه وتعالى للمسلم أن ينكح الكتابية اليهودية أو النصرانية بشرط أن يعطيها مهرها وأن تكون محصنة غير معروفة بالفسق وفي هذا إشارة يا أخوة إلى أنه يجوز للمسلم أن يتزوج من اليهودية والنصرانية قد يقول قائل طيب اليهودية والنصرانية اليوم لا تؤمن بالله وهي لا دين لها ولكنها تنتسب إلى النصرانية واليهودية زورا يعني والدعاء فيقال ما دامت تقول عن نفسها أنها يهودية أو نصرانية فنص الآية يدل على جواز نكاحها ومعنى قوله سبحانه وتعالى محصنين أي عفائف لأن الإحصان يرد في القرآن الكريم بمعنى النكاح ويرد بمعنى العفاف وهنا قال محصنين غير مسافحين أي أهل عفة وأهل صيانة والسفاح هو الوقوع في فاحشة الزنا ولا متخذي أخدان أي متخذي أخدان يخادنونهم ويعاشرونهم وخليل يعني يقع في الفاحشة معه سرا هذا هو الخدم ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ختام الآيات في سورة المائدة يستحق حقيقة أن نتوقف مع كل ختام آية حتى نبين مناسبتها للآية لكن ضيق الوقت يحول بيننا وبين التفصيل في ختام كل آية لكن لاحظوا هنا أيها الإخوة أنه قال ومن يكفر بالإيمان فكأن الذي لا يستجيب لهذه الأمور كلها التي مرت معنا متعلقة بأمرين متعلقة بالطعام والشراب ومتعلقة بالنكاح وهذا هو سبب تسمية سورة المائدة بهذا الاسم لأن أكثر الحديث الذي دار في سورة المائدة يتحدث عن الحديث عن الأطعمة والأجربة والصيد والذبائح وهذه كلها تناسب المائدة والمائدة هي مائدة الطعام التي يوضع عليها الطعام لأنه قال في آخرها وَإِذْ قَالَ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ عندما سأله بن إسرائيل وإذ قالوا قالوا يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا فسميت سورة المائدة بهذا الاسم والحديث في هذه السورة عن الطعام وعن الشراب وعن النكاء وعن الصيد وما أحل الله وما حرم منه يتناسب مع تسمية السورة بسورة المائدة ثم بعد أن تحدث الله سبحانه وتعالى عن ما أحله وما حرمه من المطعومات والمشروبات والمنكوحات انتقل الحديث الآن إلى موضوع أهم وهو الصلاة يعني بعد أن ذكر الله حاجات الجسد انتقل الآن إلى حاجات الروح فذكر الحاجة الطعام والشراب حرمت عليكم الميت والدم كلها مأكلات ثم جاء عند أحل لكم الطيبات وقالوا المحصنات من المؤمنات ما يتعلق بالنكاح وهي كلها من حاجات الجسد جاء الآن إلى الحديث عن حاجات الروح فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستموا النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون تلاحظون هذه الآية تتحدث عن الوضوء وهذه الآية تسمى آية الوضوء والوضوء هو مقدمة للصلاة فيقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم القيامة إلى الصلاة كما في قوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله يعني فإذا أردت أن تقرأ قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وهذه صفة الوضوء وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وفي الحديث هنا وأرجلكم تلاحظون وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وسياق الكلام اللغوي مفترضا تقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أليس كذلك؟ هذه قراءة أخرى فنقول وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم وأرجو لكم إذن منصوبة على معطوف معطوفة على منصوب ما هو المنصوب الذي سبقها تأتي فإذا به يقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجو لكم كأن الكلام بهذه الصورة فكأن حق الأرجل هنا هو الغسل وأما الرأس فحقه المسح وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم والقراءة الأخرى وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم يكون جواز المسح على الخف وهذا في حق من يلبس الجورب أو يلبس الخف فإنه يجوز له أن يمسح على الخفين فتكون الآية اجتملت على الدلالة على حكم الغسل وعلى حكم المسح معا قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا والجنابة هي الحدث الأكبر قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا أي فاغتسلوا من الجنابة وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغايط أو لامستموا النساء يعني إذا انتقض وضوء أحدكم بشيء من هذا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وهذا في إشارة أيها الإخوة إلى أن الأصل في الطهارة الماء الأصل في الطهارة الماء ولا يعدل عن الماء إلى غيره إلا إذا عدم الماء أو كان في استعماله ضرر قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فيه إشارة إلى صفة وأيديكم منه فيه إشارة إلى صفة المسح أو التيمم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون هذه الآية العظيمة فيها إشارة وتعليل لأن الله سبحانه وتعالى ما أراد بهذه التشريعات وهذه الأحكام وهذه الأوامر وهذه النواهي ما أراد إلا التيسير علينا وقد يفهمها بل فهمها كثير من العصاه ومن المنافقين ومن المكذبين فهموا هذه الأوامر وهذه النواهي على أنها قيوت وعلى أنها أغلال وعلى أنها آصار والله سبحانه وتعالى ينفي ذلك فيقول ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج هذه الآية فيها دلالة على رفع الحرج عن المسلم في الشريع الإسلامي ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون نسأل الله أن يوزعنا وإياكم شكر هذه النعمة أيها الأخوة هنا فائدة أذكر ذكرها الجويني في كتابه نهاية المطلب وهو إذا عدم الماء ما الحكمة من استخدام الأتراب والتيمم مع أن المعروف أن التيمم ليس يعني لا يطهر وإنما يعني يغبر على الواحد وربما أنه لوث ثيابه فذكر تعليلا لطيفا فوق ما قدمته لكم في أول المجلس الأول من هذه السورة أن الأصل في المسلم أن يستجيب وينقاد لأوامر الله سبحانه وتعالى لمجرد أنها صادرة من الله لكن يقول أن النفس إذا تعودت على أمر أنت متعود دائما تتوضى للصلاة فإذا ما وجدت الماء لو صليت دون أن تتوضى تشعر أن صلاتك ناقص حتى نفسيا ما ترتاح طيب ولكنك أيضا إذا صليت بدون وضوء مرة مرتين ثلاث يمكن تطول بك المدة يعني وأنت لا تجد الماء سيكون في العودة إلى الوضوء بعد ذلك نوع من المشقة فأراد الله سبحانه وتعالى أن يربطك بهذا الشرط وهو الوضوء حتى إذا ما وجدت الماء لو تضرب بيدك على بلاط ما فيه حتى غبار ولكنه يكون يقوم مقام الوضوء حتى النفس إذا تعودت على أمر من أمور الخير لا تنقطع عنه وهذا تعليل لطيف من الجوين رحمه الله ثم يقول الله سبحانه وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخذ عليهم الميثاق والعهد ولكن الله يقول واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به فنسب الميثاق إليه وهذا فيه إشارة إلى أن من أخذ عليه النبي صلى الله عليه وسلم الميثاق فكأن الله هو الذي أخذ عليه العهد والميثاق كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديه وفي هذا إشارة إلى ضرورة الوفاء بالعهد أيها الأخوة وهذه السورة كلها تدور عليه الوفاء بالعقد وأنه ينبغي على المسلم أن يفي بمعاهد الله عليه من الاستجابة والانقياد في الصلاة وفي الزكاة وفي الحج وفي أوامره سبحانه وتعالى ونواهي وأنه يدخل في هذا العهد وفي هذا الميثاق ثم يقول الله سبحانه وتعالى في الآيات النداء يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط هذه آية جامعة في وجوب القيام بالعدل لله لوجه الله سبحانه وتعالى ليس لمحابات أحد ولا خوفا من أحد قوله بالقسط هنا أي بالعدل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا هذا تأكيدا لما مر معنا في أول السورة اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يذكر العلماء في سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعسفان هو والصحابة رضي الله عنهم فرآهم المشركون وهم يصلون صلاة الظهر فهموا بالانقضاض عليهم وقتلهم ولكن ترددوا وكفى الله المؤمنين شر هؤلاء فأضمروا في أنفسهم أن يفعلوا ذلك إذا صلوا العصر فأنزل الله قبل صلاة العصر آيات التي في سورة النساء في صلاة الخوف فقال الله سبحانه وتعالى ممتنًا على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ثم يذكر الله سبحانه وتعالى طرفا من نبأ بني إسرائيل وأنا قلت لكم بنوا إسرائيل يذكرون في هذه السورة وذكروا في سورة البقرة كثيرا كأمثلة حية على أمم كذبت ونقضت العهد ونقضت العقد الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة التي قلنا إنها سورة العقود والوفاء بالعقد ذكر لنا أوامر ونواهي وذكر لنا أمثلة على من استجاب وأمثلة على من نقض العهد وبنوا إسرائيل هم أبرز مثل في التاريخ لنقض العهد متمرسين في نقض العهود ولديهم خبرة واسعة جدا في هذا الأمر لا يفون بعهد ولا يؤمنون بعهد ولا بميثاق كلما عاهدوا عهدا نقضوا فيقول الله سبحانه وتعالى ذاكرا شيئا من طرف قصة بني إسرائيل ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا يعني وأخرجنا منهم اثني عشر نقيبا والنقيب هو الرئيس أو المندوب أو العريف الذي يمثل قومه يقال له نقيب فاختار موسى عليه الصلاة والسلام منهم اثنى عشر نقيب يمثلون اثنى عشر قبيلة من قبائلهم وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وهذا من أخذ العهد والميثاق عليهم لعن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قررا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ظل سواء السبيل لاحظوا يا إخوان أنه قدم الصلاة ثم ثنى بالزكاة ثم قال وآمنتم برسلي طيب الإيمان بالرسل يدخل فيه ما تقدم أصلا فلو قال لئن آمنتم برسلي دخلت فيها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فلماذا أخرها وقدم الصلاة والزكاة يقول المفسرون أنه قدم الصلاة والزكاة هنا لكثرة الإخلال بهما من جهة من هؤلاء من بني إسرائيل والأمر الثاني حتى يتناسب ما بعد الإيمان بالرسل وهو قوله وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا فأخر ذكر الرسل عن ذكر الصلاة والزكاة فقال هنا لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم التعزير هو التوقير والتعظيم التوقير والتعظيم هو التعزير والتعزير في اللغة يأتي أيضا بمعنى التعذيب ومنه التعزير بمعنى إقامة حد التعزير ويأتي بمعنى العكس وهو التوقير والتعظيم والسياق هو الذي يفرق بين المعني قال وأقرضتم الله قرضا حسنا أي تصدقتم وأنفقتم في سبيل الله والله سبحانه وتعالى يسمي الإنفاق في سبيل الله قرضا لأنه يعود لصاحبه أضعافا مضاعفة يوم القيامة قال لو كفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها لنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ظل سواء السبيل وسواء السبيل هو الطريق الواضح وسطه ومعظمه وواسع الطريق فقال الله سبحانه وتعالى انظروا ماذا كان صنيع بني إسرائيل قال فبما نقضهم ميثاقهم ما يستطيعون أنهم يفهم بالعهود قال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية فكان نقضهم للميثاق انعكس عليهم أن الله سبحانه وتعالى لعنهم وترتب على هذه اللعنة أنها قست قلوبهم ولذلك قال الله ووصفهم بالقسوة في مواضع كثيرة من القرآن قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وأشد قسوة ولذلك قلوب بني إسرائيل قلوب اليهود مضرب المثل في القسوة يعذبون الأمم الأخرى ويقتلونهم ولا يبالون بذلك يقتلون من المسلمين مثلا عشرة آلاف ولا ينظرون إليهم ولا قيمة لهم فإذا قتل منهم شخص واحد أقاموا الدنيا تلاحظون هذا ليس كذلك قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا قلوبهم قاسية وهذا من قسوة القلب قال يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به أيضا بنو إسرائيل مشهورون بتحريف الكتاب الذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام يحرفونه تحريفا لفظيا وتحريفا معنويا تحريف لفظ يغيرون فيه في معانيه كما قال الله سبحانه وتعالى وقولوا حطة فغيروها قالوا حنطة فهذا تحريف في اللفظ ويغيرون في المعاني أيضا يتركون اللفظ كما هو ولكن يحرفون في معانيه وفي تأويله قال ونسوا حظا مما ذكروا به أي أنهم ينسون كثيرا مما من الشرائع والأوامر والنواهي التي أمرهم الله سبحانه وتعالى بها ثم قال الله سبحانه وتعالى في صفة بني إسرائيل هؤلاء قال ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منه خونا وتلاحظون أن الله عبر عنهم بالمضارع هنا فقال ولا تزال تطلع على خائنة منه مما يدل على أنهم هذه الصفة صفة مستمرة ومتكررة تتجدد كل زمان مع هؤلاء قال إلا قليلا منهم وهذا من العدل والإنصاف ألم يقل الله سبحانه وتعالى في الآيات التي قبل قليل اعدلوا هو أقرب للتقوى هنا قال إلا قليلا منه يعني هؤلاء اليهود خونا صح لكن فيهم من ليس كذلك إلا قليلا منه وهذا من العدل ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في سورة العمران ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله فيمدحهم ولكن الغالبية هم من هؤلاء قال فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين قال ومن الذين قالوا إنا نصارى انتهى الحديث عن اليهود قال ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم أيضا ولاحظوا أنه لم يقل ومن النصارى قال ومن الذين قالوا إنا نصارى هم يدعون ذلك ولكن هل هذا صحيح أو ليس بصحيح هذه تحتاج إلى دليل فإنما هم يدعون أنهم نصارى وهم ليسوا كذلك قال أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به ولاحظوا قول فنسوا حظا ينكرها يعني أنهم نسوا أكثر ما أمروا به لأن التنكير هنا يدل على التعظيم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون أغرينا بينهم العداوة والبغضاء يعني ألزمنا ألزمنا بينهم العداوة والبغضاء وبعض أهل اللغة يقول أغرينا هنا مأخوذة من الغراء تعرفون الغراء هذا الذي يلصق به تلصق به الأشياء الغراء يسمونه مأخوذ منها أغرينا يعني كأننا جعلنا العداوة والبغضاء بينهم لاصقة كأنها غراء لا صقف فيه وهذا واضح في التاريخ أن الله سبحانه وتعالى يعني جعل نشر العداوة بين النصارى وبين اليهود وطيلة القرون الماضية ولذلك قامت بينهم حروب شديدة وشرسة لا يعلم مداها إلا الله والتاريخ لم يحفظ لنا إلا جزء بسيط من هذه العداوة والبغضاء التي وقعت بينهم في الفترة التي بين موسى عليه الصلاة والسلام وعيسى قرون كثيرة وبين موسى عليه الصلاة والسلام وبين عيسى وبين محمد عليه الصلاة والسلام كثيرة يذكر بعض المفسرين كقتادة وغيره أنها تبلغ خمسمائة وستين سنة أو خمسمائة واربعين سنة بين عيسى ومحمد وما بين موسى وعيسى أكثر قال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون ثم يقول يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين هنا جاء النداء لأهل الكتاب أهل الكتاب إذا جاء النداء في القرآن الكريم يا أهل الكتاب فالمقصود بهم اليهود والنصار لأنهم أهل الكتاب التوراة لليهود والإنجيل للنصار وفي النداء لهم هنا يا أهل الكتاب فيه توبيخ لهم لعدم الاستجابة لأن معناها أنتم أهل الكتاب وقرأتم فيه الحق وتعرفونه فلماذا تكذبون به وتنكرونه قال يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا قال لي محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير وفعلا الله سبحانه وتعالى قال إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه اختلفوا النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه نفر من اليهود يقولون أن فلان وفلانة زنيا ونريد أن تحكم فيهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في كتابكم فوضع أحدهم يده على آية الرجم وهم محصنين فقال عبد الله بن سلام وهو موجود مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه قال يا رسول الله مرهم فليرفعوا أيديه لأنهم قالوا قال النبي ما حده عندكم قالوا التشويه أو التسويد والجلد أو نحو ذلك فلما رفعوا أيديهم فإذا فيها حكم الرجم فالقرآن الكريم جاء لكي يبين لليهود كثيرا مما كانوا يخفونه من الأحكام التي جاءت في كتابهم فقال الله سبحانه وتعالى ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين والله سبحانه وتعالى قد عفى عنا في أشياء كثيرة ونهانا عن السؤال الذي قد يترتب عليه تحريم ما أحله الله فقال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وهذا نهي عن السؤال الذي يترتب عليه مشق أو تحريم ما أحل الله أو نحو ذلك ثم قال الله سبحانه وتعالى في وصف هذا القرآن العظيم قال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط المستقيم وهذه صفة القرآن فهو كتاب هدايا وكتاب نور ثم قال الله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم هناك طائفة من النصارى يسمونها اليعقوبية يرون أن الله سبحانه وتعالى حل في عيسى عليه الصلاة والسلام ويؤلهون عيسى ويعبدونه من دون الله فكفرهم الله بذلك فقال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ثم قال قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير فالله سبحانه وتعالى لا يملك عيسى عليه الصلاة والسلام لنفسه نفعا ولا ضر ولا مريم عليه الصلاة والسلام تملك لنفسها نفعا ولا ضر وهو عبد مخلوق لله سبحانه وتعالى وهو رسول ونبي وليس أكثر من ذلك والله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الذي يستحق العبادة ثم يقول الله سبحانه وتعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحبائه يذكر المفسرون أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوعظهم النبي صلى الله عليه وسلم وشدد عليهم فقال أحدهم كيف تشدد علينا ونحن أبناء الله وأحبائه فنزلت هذه الآية تكذيبا لهم وتوبيخا وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحبائه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا فماذا كان الجواب الذي لقنه الله للنبي صلى الله عليه وسلم قال قل فلما يعذبكم بذنوبكم يعني لو كنتم أبناء الله وأحبائه ما عذبكم بذنوبكم لمحبتكم لكن لأنه يعذبكم بذنوبكم فدل هذا على أنكم لستم أبناء له ولا أحباء بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل وهذه الفترة من الرسل التي قلت لكم هي خمسمائة واربعين أو خمسمائة وستين سنة بين موسى أو بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام أجمعين يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير يعني الله سبحانه وتعالى أرسل محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا تقولوا يا معشر اليهود والنصارى أنه لم يأتنا بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير ثم يذكر الله سبحانه وتعالى قصة لموسى عليه الصلاة والسلام مع قوم بعد أن أنجى الله سبحانه وتعالى موسى عليه الصلاة والسلام وقومه بني إسرائيل من هذا الذل الذي كانوا فيه وخرجوا من البحر قال الله سبحانه وتعالى هنا وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء يعقوب نفسه يعقوب هو إسرائيل يعقوب وأبنائه يوسف وأبناءه عفن وأبناءه إسحاق أيضا وأبناءه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو عفن وأبناءه يعقوب كلهم ذرية أنبياء نسل أنبياء فجاء من ذرية يوسف عليه الصلاة والسلام جاء من ذرية يعقوب يوسف وجاء إسحاق وجاء موسى وعيسى وزكريا ويحيا وكل هؤلاء الأنبياء هم من ذرية يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام جميعا وجاء محمد عليه الصلاة والسلام فقط من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام فتلاحظون عندما تنظرون إلى ذرية يعقوب وذرية إسحاق بن إبراهيم يعقوب بن إسحاق ذرية كثير فيهم الأنبياء فيقول موسى عليه الصلاة والسلام لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء هذه ما باي واحد ما حصلها أحد وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين يقررهم بهذه النعمة التي يوم فيها يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم يشيروا إلى دخولهم إلى بيت المقدس وإلى فلسطين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين الله قد انتدب هؤلاء النقباء فخرجوا وذهبوا نظروا في الوضع في فلسطين وفي المناطق التي يراد أن يهاجر إليها فوجدوا فيها قوما جبارين بعض العلماء وبعض المؤرخين نذكر أنهم يقال لهم العماليق كانوا يعني ذوي أجسام قوية فلما رجع هؤلاء النقباء إلى قومهم بني إسرائيل قالوا والله فيها قوم جبارين فنكص بنوا إسرائيل على أدبارهم ورفضوا أن يخرجوا مع موسى قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين والجبار هو الذي يجبرك على ما يريد قسرا وهي في حق الله صفة كمال وفي حق البشر صفة ذم فإذا قيل الله سبحانه وتعالى جبار السماوات الأرض مدحن له سبحانه وتعالى وإذا قيل في فلان فلان جبار هذا ذم له بالظلم والتعدي قالوا وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلوا غاية الجبن والقنوع قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما قيل أنهما يوشع بن نون ورجل آخر يدخل عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين هذه الآية فيها فائدة عظيمة التربوية أيها الإخوة وهي أنه ينبغي عليك إذا أردت أن تدخل في مشروع أن تبدأ فيه ثعلا تبدأ فيه ثعلا وسوف يفتح الله عليك ويعينك إذا استعنت بالله فقال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب قوموا أول شيء بابدأوا في المعمل اطلعوا من المنطقة التي تكون فيها وادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون أما أنكم تجلسون في الصحراء وتقولون لن ندخلها حتى يخرجوا منها بأي حق يخرجوا منها لمجرد أنك أنت تريد أنك تدخل ولذلك الله سبحانه وتعالى يذكر هذا حتى في سورة البقرة وهذا استطراد يقول الله سبحانه وتعالى عندما ذكر جالوت ومن معه وذكر طالوت ومن معه قال وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قال فلما جاء قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوته وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ثم قال الله سبحانه وتعالى وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ دخلوا في المشروع ما جلسوا فلسفون قال وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله فكذلك هنا ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموا فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى يعني بنو إسرائيل يعني رافضين تماماً للاستجابة قالوا يا موسى شف حتى سوء الأدب مع موسى عليه الصلاة والسلام يا موسى يا موسى ما تجد في القرآن الكريم أن الصحابة رضي الله عنهم يقولون يا محمد وأما اليهود يا موسى يتكلموا معك يعني واحد من من أفراد أفراد العاديين قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد هذه الآية الحقيقة فيها لفته تذكرون سعد أحد الصحابة رضي الله عنهم في بدر عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشيروا علي أيها الناس فقام أحد الأنصار بعد أن تكلم المهاجرون قال يا رسول الله كأنك تعنينا يا رسول الله والله لو خضت بنا البحر لخضناه معك ولا نكون كبني إسرائيل الذين قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتل فإنا معكما مقاتل مما يدل على أن هذه الآية قديمة النزول أو هذه القصة قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين هذه القصة يعني باختصار تشير إلى عدم انقياد بني إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود طيب شوفوا بني إسرائيل هؤلاء مثال أيها المسلمون إلى عدم الوفاة بالعقود وعدم الاستجابة لنبيه وعدم الانقياد له وإنما إعراض متكرر وعصيان متكرر فدائما قصص بني إسرائيل ترد أيها الإخوة في القرآن الكريم لكي تؤكد لنا هذه العبرة وهي أنظر إلى من عصى لكي تعتبر بعصيانه بأن تطيع الله سبحانه وتعالى في ما أمرك وتنتهي عما نهاك الله عنه صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر